السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء الرقم 19 من الشفط الرقم 8 نتكلم على الدكتايل كاستا ايرن أو سعتلي اسمي تاني النيوديلر كاستا ايرن دكتايل كاستا ايرن أو سفريضيل Graphite كاستا ايرن بالظبط انه مرحبا بات اي تقنام دراقم الجريد كاستا ايرن والسفريض الناس في الهربان الغرقم بالنسبة للجريد كاستا ايرن لكن الجرافيت في كل مختلف but the free graphite in this casting precipitate from the melt as a severe particle rather than flux هو في الحقيقة يفري عن grey cast iron فكل الجرافيت زي ما احنا شايفين دي بص تلاقيه شبه مدور مش واخد flux زي grey cast iron دي صورة بscanning electron microscope ودي صورة عادية بالmicro structure العادي وباين قد كده فعلا ان الجرافيت مكور زي ما احنا شايفين this is accomplished through the addition of small amount of manganese or cerium يعني احنا عملية التكور اللي بتحصل للجرافيت بتبقى نتجة عن اضافة عنصري المنجنيز او cerium في اللادل بتاعة اللي بصوب فيها الكاستا ايرن وبالتالي هو ما يساعد على تكوير الجرافيت بالمنظر ده the spherical particles do not form a continuous crack like network in the matrix like graphite flux يعني هو في الجرافيت flux في الجري كاستا ايرن بنبص لها انه ممكن الجرافيت يعمل عملية cracks ويؤدي الى ان يكون الكاستا ايرن بريتل لكن هنا لما اكور الكربون او الجرافيت عفوا على شكل كور فان ده بيزود اللي بيدي high strength high toughness compare with الجري كاستا ايرن اللي له نفس الكمبوزيشن زي ما قلنا من شوية